وموجز لأهم وآخر الأنباء إليك محمد شكرا لك ليلة وأهلا بكم مشاهدينا الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش موجز للأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث أكد الرئيس السيسي أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهضف بالإضافة لاستعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في البلاد يهضف إلى تحقيق الاستفادة المثلة من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري وصراح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق ببيض من إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضري الوطنية ويصم في استعدة الوجه الحضرية لكافة وناطق الجمهورية وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة أكد المستشار أحمد بن داري مدير جهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العمل في لجاني الاقتراع الفرعية المنتشرة في عموم المحافظات في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية وقال المستشار أحمد بن داري ان العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات وان غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم تتوصل العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرت تحت إشراف قضائي يستمر التصويت حتى التاسعة مساء بينما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للليجان العامة كما حددت الهيئة عدد لليجان الاقتراع الفرعية التي سيدل أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها أحد عشر ألفا وستمائة وإحدة وثلاثين لجنة بداخل تسعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعين مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية صلت الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية التي بدأت أمس وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت وقالت وكالة نوفا الإيطالية إن عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكرا أمس أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فقط توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات وعشرت الوكالة إلى دخول خمسة ملايين ناخب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على الليجانهم الانتخابية مضيفة أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله منذ انتخابات 2014 وهو العام الذي تم رصد دخول مليون واربعمائة ألف ناخب فقط على موقع الهيئة كما أشدت وكالة أنسا الإيطالية بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات وقالت في تقرير لها أن التوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجين الفلسطينيين الأنروا مقتل أحد موظفيها في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى بقطاع غزة ليصل إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى مائة وأربعة وثلاثين شخصا وضافت الوكالة أن ما يصل من مليون وتسعمائة ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة نزحوا إلى داخل القطاع بينما بات ما يقرب من مليون وثلاثمائة ألف نازح داخليا يقيمون في مائة وأربع وخمسين منشأة تابعة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة قام وفض من أعضاء مجلس الأمن بزيارة إلى مدينتي العريش ورفح بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة في إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن وذكرت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس سوف يطلعون خلال الزيارة على إسان العملات الإنسانية والطبية الضخمة المقدمة لدعم جهود الأغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مما في ذلك تفقد المساعدات والجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والدعم الطبية المقدم للجرحة الفلسطينيين فضلا عن الوقوف على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحة من معبر رفح وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع رحبت مصر بإصدار البرامان الدينمريكي لتشريع يجرم التعامل غير اللائق علنا أو بقصد النشر على نطاق واسع مع النصوص لذلك الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية وذلك بغرض مواجهة ضواغر إهانة وتدنيسي وحرق المقدسات الدينية والتي تصعدت وطيرتها مؤخرا في بعض الدول وفي بين صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن تطلعها أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظاهرة المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تسكية للتعصب والتطرف وقطاب القرهية كما جددت مصر في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان والتي لا تعد بأي شكل مظهرا من مظاهر حرية الرأي ودعت باقي الدول الأوروبية التي تقررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحضوا حضوة الدنماركة نهاية الموجهة سأعود من جديد إلى ليلة عمر وتغطية مستمرة على شاشة التلفزيون المصرية لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ليلة شكرا لك محمد